تبون يعلن عن تقديم 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إطر الاعتداء الهجمي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الطفة الغربية وخلف هذا الاعتداء الهجمي العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل والحقى دمارا في البني التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة وأعربت الجزائر حسب رئاسة الجمهورية مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب